طورت شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة اليابانية طائرة النقل سي شرطة 2 وهي جيل جديد من طائرات النقل ويسعى تصميمها إلى تحقيق نطاق واسع طائرة النقل سي شرطة 2 طائرة النقل كبيرة طورت شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة اليابانية لقوة الدفاع الذاتي للطيران نقطة قامت طائرة النقل سي شرطة 2 بأول رحلة لها عام 2011 ودخلت الخدمة مع قوات الدفاع الذاتي الجوية عام 2016 هدفها الرئيسية هو استبدال طائرة النقل سي شرطة واحد وطائرة النقل سي شرطة واحد ثلاثة صف بالإضافة إلى دور طائرات الإنذار المبكر الجوية وطائرة التزييط والقاذفات الاستراتيجية يمكن القول أن شركة كو السوكي هيفي اندستريز أعطت طائرة النقل هذه تعدد للاختلافات في الهوية والأداء تتمتع طائرة النقل الكبيرة سي شرطة اثنان التي يقودها طياران بإمكانية تحكم واستقرار ممتزين كما أنها تتمتع بقدرة عالية على المناورة التكتيكية أثناء الطيران ويمكنها أيضا الطيران في تشكيل يبلغ طولها 43.9 مترا وارتفاعها 14.2 مترا ويبلغ طول جناحيها 44.4 مترا ويوجد موجه رياح قابل للسحب على الجانب الأمامي من الفتحة لتقليل الريح ويبلغ وزن طائرة النقل سي شرطة اثنان حوالي ستون طن يبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع 141 طن ويمكن أن تصل السرعة القصوى إلى 980 كيلو مترا في الساعة ويمكن أن تصل سرعة الإبحار إلى 890 كيلو مترا في الساعة والسقف العملي 12200 مترا ويمكن أن تصل الرحلة إلى 7600 كيلو متر مع 20 طن من المواد و4500 كيلو متر مع 36 طن من المواد وعلاوة على ذلك حققت طائرة النقل سي شرطة اثنان أيضا رحلة بحرية بحمولة ضخمة تبلغ 0.8 ماخ تم تجهيز سي شرطة اثنان بمحركين سي اي ستة شرطة ثمانية صف سي اثنان شركة أداء هذا المولد جيد جدا ويمكن أن يصل الحد الأقصى للدفع لوحدة إلى 27 طن ولا يزال استهلاكها منخفضا للغاية للوقود يوفر هذا المحرك لطائرة النقل سي شرطة اثنان خرج طاقة قويا للغاية نقطة يمكن لطائرة النقل سي شرطة اثنان أيضا الإقلاع والهبوط على مدارج قصيرة الحد الأدنى لمسافة الإقلاع هو 500 متر طائرة النقل سي شرطة اثنان يمكن أيضا الإقلاع على مدرج ثلجي وطائرة النقل سي شرطة اثنان لها تصميم عريض الجسم للتخزين السائل يعتقد بشكل عام من أن مساحة شحن لطائرة النقل سي شرطة اثنان صغيرة والحمل الأقصى هو حوالي 37.6 فقط في الواقع هذا البارانتر لا يتجاوز فقط طائرة النقل سي شرطة واحد ولكن أيضا 3.5 مرات لطائرة النقل سي شرطة واحد من يمكن توسيع طائرة النقل سي شرطة اثنان يصل للحجم الفعال لمقصورة طائرة النقل سي شرطة اثنان إلى 340 مترا مكعبا ويبلغ عرض حبرة شحن 4.4 مترا وطول 23.2 مترا ويمكن أن تستوعب طائرة هليكوبتر من طراز سي اتش 47 شنوك أو 17 مركبة مدرعة متوسطة الحجم ذات عجلتين أو طائرة هليكوبتر وما إلى ذلك وتحتوي على أكبر عدد من مقصورات شحن يمكنها نقل 110 راكبا منهم 54 مقعدا مثبتة على كلي الجانبين و56 مقعدا قابلة للفصل وتتميز المقاعد بأداء عزل لتقليل إجهاد الرحلة الطويلة ويمكن استخدام أربع صف نقالة في طائرة النقل سي شرطة اثنان لاستيعاب المرضى المصابين وحجم طائرة النقل سي شرطة اثنان يكفي لنقل معظم معدات القتال الرئيسية علاوة على ذلك تتبنى حجرة الشحن في طائرة النقل سي شرطة اثنان طريقة التغليف المرنة الشاملة ويمكن دمج الأرضية بطرق متنوعة حديثة جدا يمكن لطائرة النقل سي شرطة اثنان أيضا أن تحمل كمية كبيرة من المعدات الطبية ولكن يتم وضع صندوق الجناح الرئيسي لطائرة النقل سي شرطة اثنان في عمبر الشحن مما يؤثر بشكل كبير على كفاءة تحميل البضائع تتجاوز قدرات البحث والتطوير اليابانية للطائرات الكبيرة لذلك يمكنها فقط استخدام وضع سي شرطة واحد سبع منخفضة التقنية لوضع صندوق الجناح الرئيسي في حبرة الشحن ووفقا لوضع ايه شرطة اربعة صف صف حاول تقليل سمك صندوق الجناح الرئيسي على الرغم من ذلك لا يزال هيكل صندوق الجناح الرئيسي في طائرة النقل سي شرطة اثنان يقلل من ارتفاع حبرة الشحن المركزية بمقدار اربعة وخمسون سنتيمترا وهو أعلى بمقدار 14 سنتيمترا من صندوق الجناح الرئيسي لطائرة النقل أي الشرطة 7-6 التي خدمت قبل 41 عاما من شرطة 2 على الرغم من أن المسافة بين الطرف السفلي لصندوق الجناح الرئيسي سي شرطة 2 وأرضية شحن تبلغ 3.5 مترا إلا أن هذا يعد إعادة تصميم وزيادة كبيرة في قطر جسم الطائرة تختلف طائرة النقل سي شرطة 2 عن طائرات النقل العسكرية النموذجية الكبيرة والمتوسطة الحجم لا تستخدم سي شرطة 2 معدات هبوط متعددة العجلات والأعمدة ولكنها تقوم بتثبيت عمود واحد متعدد للعجلات من نوع العربة الرئيسية معدات الهبوط المستخدمة بشكل شائع في القاذفات والطائرات المدنية ستة إطارات تشترك في عمود واحد وبهذه الطريقة فإن طائرة النقل سي شرطة 2 لديها متطلبات أعلى فيما يتعلق بصبح المدرب ومن الصعب التكيف مع المطارات الميدانية الردية لكن هذا لا يؤثر على حمولة طائرة النقل سي شرطة 2 والمسافة الأطول للرحلة تمنح طائرة النقل سي شرطة 2 ليابان القدرة علي تسليم سعات محمولين جوا وقوات ومعدات بعيدة المد تحتوي طائرة النقل سي شرطة 2 بالفعل على مقطع عرضي ويصل للحجم إلى مساحة شحن تبلغ 4 أمتار في 4 أمتار وفي المستقبل يمكن تحسين ساعة الشحن عن طريق تمديد الجسم تم تطوير البحث والتطوير لطائرة النقل سي شرطة 2 في نفس الوقت مع الجيل الجديد من طائرات الدورية ذات الأجنحة الثابتة XB شرطة واحد ويمكن مشاركة بعض أجزاء من الطائرتين مما يوفر أيضا جزءا من البحث وتكلفة التطوير والتكلفة الإجمالية للبحث والتطوير حوالي 340 مليارين أو حوالي 3.75 مليار دولار أمريكي بدأ مشروع طائرة النقل سي شرطة 2 في عام 2001 ويمكن تنفيذ أول رحلة تجريبية في عام 2007 كما هو مخطط بعد تجميع جسم الطائرة تبين أن القوة لم تكن كافية يمكن تأجيل وقت الرحلة التجريبية استغرقت الرحلة الأولى للطائرة سي شرطة 2 في عام 2011 ساعتين وعشر دقائق خلال الرحلة الأولى تم مرافقة طائرتين من طراز تي شرطة 4 بالتناوم ثم في عام 2012 تم تنفيذ الرحلة في موقع اختبار قاعدة شيتوس للطيران في هوكايدو اليابان في التجربة نفذت طائرة النقل سي شرطة 2 تجربة الطيران الجليدي في تجربة الطيران ما تسمى تجربة الطيران الجليدي هي إيقاف طائرة النقل سي شرطة 2 في الهواء الطلق لمدة 14 يوما في مناخ قاسي من 30 إلى 40 درجة تحت الصفر عندما تكون طبقة الجليد من 2 إلى 5 سم بعد تشكيلها سيقوم الفنيون بحقن وقود الطيران في طائرة النقل سي شرطة 2 ثم تنفيذ تجربة الطيران مباشرة دون أي إزالة للثلج وإزالة الجليد وبدون تمرين ميكانيكي للإحماء في نفس اليوم طائرة النقل سي شرطة 2 نفذت تجربة الطيران بنجاح لمدة ساعة واثنين وثلاثون دقيقة بوزن 140 طن أما بالنسبة للبحث والتطوير لطائرة النقل سي شرطة 2 الجديدة فلم يكن ناجحا ففي عام 2014 ارتكبت تجربة طائرة النقل سي شرطة 2 الجديدة خطأا فادحا أدى ذلك إلى فشل تجربة البحث والتطوير أثناء تجربة الطيران بضغط هواء مستقر عندما رفع المختبر ضغط الهواء الداخلي للنموذج الأولي إلى حوالي 1.2 ضعف الضغط الخارجي تم تشويه باب الحمولة والجسم الخلفي للنموذج الأولي ومع ذلك فإن البحث والتطوير لطائرة النقل سي شرطة 2 الجديدة لم يتوقف بعد كل شيء فإن طائرة النقل سي شرطة 2 لها الكثير من قيمة التطبيق من حيث مدى مسافات طويلة وتحميل كبير الحجم طائرة النقل سي شرطة 2 يمكن أيضاً قبول الوقود أثناء الطيران بحيث يكون لها مدى أطول وهذا الدعم الوثيق للخطوط الأمامية وطائرة النقل التكتيكي هي طائرة نقل عسكرية متعددة الأدوار من حيث الحجم حجم وخصائص حمولتها مثيرة للإعجاب كما أن طائرة النقل سي شرطة 2 لديها نظام إدارة طيران تكتيكي وإسقاط جوي دقيق والذي يمكنه إنشاء خطة طيران تكتيكية لها وتوجيه خطة الرحلة من خلال شاشة العرض العلوية ويمكن للطيار تسليم سهل ودقيق للإسقاط الجوي على ارتفاعات منخفضة مع ميزة الأداء هذه أكدت العديد من الدول طائرة النقل سي شرطة 2 وألقت بأخصان الزيتون إلى اليابان ولكن تم حضر ذلك من قبل الولايات المتحدة وبالتالي لم يسمح لليابان بالترويج لطائرة النقل سي شرطة 2 إلى دول أخرى دع الطائرات اليابانية الكبيرة المطورة ذاتيا تبقى في بلدها ولا تسافر إلى الخارم إذا كان لديك أي أفكار حول هذا فالرجاء ترك رسالة في منطقة التعليقات إذا كانت لا تزال تريد معرفة المعدات فيمكنك أيضا ترك تعليقاتك القيمة في منطقة التعليقات شكرا لك على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر